طيب وانا بتكلم على الاهل والزمالك بقرة في حدث مهم جدا جائزة الافضل افضل لاعب وافضل مدرب وافضل نادي وافضل لاعب بيلعب في المسابقات الاندية الافريقية افضل لاعب داخل افريقيا غدا ان شاء الله في حفل جواز الكاف هذا الحفل اللي كان تم تأجيله خلال السنتين اللي فاته بسبب طبعا ظروف الكورونا وطبعا لو كانت نظم السنتين اللي فاته كنت اتلاقي النادي الاهل مكتسح في كل الجواز افضل مدرب وافضل نادي وافضل لاعب وسبع للاهل قبل كده كمان خد افضل جمهور افضل جمهور في افريقيا كان جمهور النادي الاهل في 2008 جائزة رسمية من الاتحاد الافريقي لم يسبق لها مسير ولم يتم تكريم او منح جائزة افضل جمهور لأي جمهور في افريقيا الا جمهور النادي الاهل لكن بقرة وعلى هامش او على هامش كاس ام افريقيا للسيدات الاتحاد الافريقي بينظم جائزة الافضل في المغرب ومن سوء الحظ كنا نتمنى طبعا أن يكون لعبة الأهل موجودة في الجائزة بكرة في المغرب لكن في نفس التوقيت عندهم مباراة نهائي كأس مصد لكن طبعا هيكون ممثلة نادي الأهل في هذا الحفل المهندس خالد مرتجي أميننا صندوق النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يكون فيه إحدى الجوائز من نصيب النادي الأهلي ولكن أنا أتكلم على الجوائز وعلى مباراة القمة والحالة اللي البعض بيحاول يصور فيها أن اللعيبة وإمكانيات اللعيبة والمباراة والظروف اللي فيها الأهلي والبعض بيحاول يقلل من إمكانيات لعبة الأهلي واللي إن شاء الله لعبة الأهلي هترد ده عمل في مباراة بكرة أن بكرة فيه كذا اسم من النادي الأهلي موجود في حفل الأفضل داخل الاتحاد الإفريقي أفضل نادي أفضل نادي النادي الأهلي ومعامه نفسه مع الوداد ونهضة بركان فرقتين من المغرب بينفسه مع النادي الأهلي على أفضل نادي في إفريقيا طيب وإحنا بنتكلم على أفضل لعب داخل إفريقيا اللي هي لعبة اللي تلعب في المسابقات الأندية الإفريقية عندنا اتنين لعبة اتنين لعبة من كام؟ هل من خمسة؟ هل من ستة؟ لا ده اتنين من ثلاثة يعني بطل إفريقيا اللي هو الوداد عنده لعب واحد بس اللي هو أشرف داري والأهل اللي هو الوصيف نتيجة الخسارة في المباراة النهاية وكلنا عارفين ظروف المباراة عنده اتنين لعبة مين هما؟ محمد الشناوي أفضل حارس في أفريقيا وفي مصر خلال آخر سنتين ثلاثة وقال يو ديانج لعب خط الوسط وكان علي معلول داخل كمان في المرحلة النهاية من ضمن أفضل خمسة بعد تصفية الرقم من ثلاثين لخمسة لكن من ضمن الثلاثة أكيد يعني مش هحط لك ديانج والشناوي معلول فأكيد كان لازم ياخد لعب كمان من الفريق اللي فاز بدوري أبطال إفريقيا وخد أشرف داري فبالتالي انت هنا فيه ثلاثة بيتنفسه منهم اتنين من لعيجة الأهلي اللي هيكونوا موجودين بقرة في مباراة القمة أمام الزمالك الشناوي وديانج هل فيه لعبة من الفريق اللي فيه نافس؟ لا ليه؟ مش موجود فيه مباراة إفريقية نتائجه سلبية على المستوى الإفريقي حتى على المستوى الدولي اللعبة دي اللي بتلعف منتخبتها لم تحقق أي نتائج لذلك حتى لما تبص على القائمة المختصرة اللي كان فيها أفضل لعبة إفريقية اللي بينافس عليها محمد صلاح جيزة الأفضل مع سادي وماني ومع إدوارد مندي حارس فريق السنغال أو منتخب السنغال وحارس تشيلسي القائمة دي كان فيها مين؟ كان فيها علي معلول وكان فيها أليو ديانج يعني كمان علي معلول وديانج كانوا بينفسوا مين؟ ماني وصلاح وإدوارد مندي ورياض محرز هل شفنا لعبة تانية من فرق تانية في الدور المصري؟ لا ليه؟ لأن على المستوى الإفريقي أو على المستوى الأول مفيش حد من دول إلا لعبة النادي الآن فالرسالة اللي عايزة وصلها للجمهور وفي نفس الوقت اللعبة تعرفها أنت موجود من جواز الأفضل في إفريقيا مش السنة دي بس أنت قلت تبقى موجود السنة اللي فاتت واللي قبلها لولو ظروف الكورونا فخلي عندك ثقة في نفسك وتقدر تلعب مباراة بكرة وتكسب وتعمل سكور كمان بس تنزل وانت رافع راسك فوق وعندك ثقة وتركيز عشان تكسب ماتش القدمة